يعاني العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز من ارتفاع في درجة الحرارة وألم في المفاصل مما يستدعي إجراءه فحوصا طبية هي الثانية له خلال أقل من شهر حسب ما علنه الديوان الملكية السعودية اليوم وأورد بيان للديوان أن الفريق الطبي المعالج ارتأ القيام ببعض الفحوصات الطبية لتشخيص الحالة الصحية وللاطمئنان على صحته وسبق للملك سلمان البالغ من العمر 88 عاما أن أدخل المستشفى في مايو 2022 وخضع لفحوصات طبية حيث كانت النتيجة سليمة